دلوقتي حنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يدي شكرا لك من التساء صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنيتش موجز الأخبار من التيفيزيون المصري أهلا بكم رحبت مصر بقرار الأمين العام للأمم المتحدة استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه والإعلان عن تولي رتنو مرسودي وزيرة خارجية اندونيسيا هذا المنصب الأممي مطلع شهر نوفمبر وكانت مصر قادت بالاشتراك مع ألمانيا تحركا موسعا على مصاري الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023 ونجح التحرق في حجد دعم 151 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه ويعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة باستحداث المنصب الأممي تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة شاركت مصر في الاجتماع الوزاري بإسبانيا حول القضية الفلسطينية والذي أصدر بيانا مشتركا تضمن المطالبة بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وممر فلادلفيا ورحب ممثل مجموعة الاتصال الوزرية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وممثل كل من أيرلندا والنرويج وسلفانيا وإسبانيا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو الماضي كما جدد البيان التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريال لرمافوزة أن بلاده مصممة أو مصممة على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مشينا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بياناً بالحقائق والأدلة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل لدعم قضيتها ودعر مفوزة إلى وقف الإبادة الجماعية وتنفيذ وقف إطلاق النار فضلاً عن إعادة المحتجزين استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على أخان يونس جنوب قطاع غزة وأكد الدفاع المدني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمات تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإستشهاد ثلاثة فلسطينيين في مدينتي غزة ورفح الفلسطينية كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جبالية شمال القطاع مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين وأشارت الوكالة إلى أن ستة فلسطينيين آخرين بينهم ثلاثة أطفال وإمرأة استشهدوا في قصف الاحتلال منزلا في حي طفاح شرق مدينة غزة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي بلادامير بوتين لن ينتصر في الحرب على أوكرانيا جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمار وفي السياق نفسه ذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن ورئيس الوزراء البريطاني عبر خلال اجتماعهما عن القلق بخصوص إمداد إيران وكوريا الشمالية لروسيا بأسلحة وصفوها بالقاتلة في حربها الدائرة مع أوكرانيا حذرت الأمم المتحدة من استمرار تقديم المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأوكرانية بشكل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقالت المماثرة السامية الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي إنه يجب أن يكون أي نقل الأسلحة والذخيرة متوافقا مع الإطار القانوني الدولي المعمول به بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تفرض في بعض الحالات عقوبات وتدابير تقييدية على مثل هذه التحويلات وأشارت الممثلة الأممية إلى أن شحنات الأسلحة تضمنت أسلحة تقليدية ثقيلة وذخائر وأنظمة صواريخ أجرى الزعيم الكورية الشمالية كيم جونج أون محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجيش ويجو الذي يقوم بزيارة لبيونج يانج تناولت المحادثات تبادل الأراء حول قضايا تعميق الحوار الإستراتيجي بشكل مستمر بين البلدين وتعزيز التعاون للدفاع يعني المصالح الأمنية المتبادلة وفي هذا الإطار أكد كيم أن حكومة بلاده ستوسع التعاون والتنصيق مع روسيا على أساس المعاهدة الدفاعية بين البلدين أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أعطت موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من تراز F-35 إلى رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي في صفقة تصل قيمتها إلى 7.2 من 10 مليار دولار واعتبر بيان الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليفه وذلك ضمن حلف الناتو تعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا هذا ولا يزال على الكونجرس الأمريكي أن يوافقه على هذه الصفقة اتهمت الصين ألمانيا بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان بعد يوم على إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساسة وقال المتحدث باسم الجيش الصيني ليشي في بيان إن سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويبعث بإشارات خاطئة مؤكدا أن قوات الصينية في المنطقة ستتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر